أخ، 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 يا ديسكي، أخ، يا ضماير الناس، أخ، ما لك يا أبا؟ إن ذبحت يا أبا، ذبحوني من هو اللي تجرأوا ما تديدوا عليك لك سرها؟ ما هو يومي العود لو واحد ما تديدوا عليك يا نهوان كانت وجعت شوي، بس أنا هذا وجعي مستمر، ما له نهاية، طويل يا أبا، فهمني شو اللي صار؟ يا أبا، ما بيش حدا قابل يشغل أخوتي عوادي بشركته يعني علشان مؤهلاته؟ لا يا أبا، لا يا حبوبتي، لا يا أبوك بقعيني عشان مؤهلاتهم هم، بدهم يقروش عشان يشغلوه وليش ما خبرت المسؤولين عنهم يا أبا؟ يا أبا المسؤولين عنهم بدهم يصدقوا لعبد الفقير اللي قدامك ويكذبوا مديرهم عبد المال أما مشكلة هال؟ لا بيهاش مشكلة، أنا فكرت بموضوع خلص، بدشت لي لأي بني ورقة يا نصيب وأقضي على البطالة وهي شيرى ورقة يا نصيب يا أبا شغل، وين الانتاج من ورا هالفكرة؟ يا أبا بظلوا مركز فكروا بورقة يا نصيب، ربحة خسرت، خسرت ربحة، وببعد فكروا عن الانحراف والبطالة هذا مش حل يا أبا، البطالة ما بنقضي عليها بشغل غير منتج للمجتمع أهام، مداما انتاج بانتاج بجوزه وبخليه ينتج وشوه أولاد اشتركوا في القناة